موسيقى أستاذة هودا يمكن حضرتك ومع الفريق المصري من الأساذة ماشاء الله يعني فوق الستين والسبعين وكمان فوق تي فوق التمانين أعمار كتيرة مختلفة قررت أن الحياة مبتقفش عند سن معين لأن الحياة بتقف لما أنا أقرر أنها توقفت لكن طول ما أنا ربنا مديني لعمر فأنا بستغل لكل دقيقة أنت أكتر نموذج على هذا أولا حضرتك أصلا رجعتي تاني للسباحة أنت كنت بتلعبيها أن أنت صغيرة والله أنا طول عملي بحب الرياضة جدا يعني وما بحبش أعمل حاجة واحدة يعني مثلا ما قدرش أروح الجن كل يوم أحب كل يوم حاجة ومن ضمنهم السباحة كنت اشتركت برضو في سبقات جاري وحاص مارس وحاجات سي كده رياضة بشكل عام رياضة بشكل عام ومنها السباحة بس ما كنتش مركزة أول في السباحة وكلام ده كان فترة كبيرة برا مصر مرجعت مصر ولقيت أن في فريق المصر ولقيت أن يعني كلهم بيعوم وبيجوا جو حلو فقررت أن أنا أنضم ليهم يعني وقالي معهم فترة كبيرة يعني عدينا العشر سنينة هو إيه اللي اختلف بقى يعني في حياة حضرتك وشكلها بشكل عام من بعد ما رجعتي تانية السباحة عندما كنتي يعني سايباها يعني طبعا السباحة رياضة جميلة وخصوصا بالنسبة للسن الكغير يعني مهما تكون عندنا فتنس كويسة لكن بتلاقي أن برضو مثلا ممكن رجل توجعك رجبتك توجعك أنا مش قادر أجري النهاردة أنا إيدي مفعرفة إيه مش قادر أعمل ويتس النهاردة لكن السباحة ما فيهاش المشكلة دي خالص السباح لأن المياه تبقى برضو شيلاكي شوية وبساعد فلو أي حد عنده أي نوع من الفعب أو كده بتبصي تلاقي كل ده بيروح في المياه بعدين زي ما نشوفت كده الجو الفريق روحين وقوي أنا طلعت مع المنتخب في شهر مارس اللي فات ده مع منتخب مصري روحنا جيرا في ألمانيا كان فيه بطولة هناك وكلنا طبعا خدنا عدد ميداليات كتيرة وخدنا الكاس بتاع جيرا حتى نزل الخبر في جورنان ألماني يعني حضرتك أصلا مدرسة لغة إنجليزية؟ أنا أصلا مهندسة مهندسة في الأساس أستغلت يعني درست في الجامعة برا كنت يعيش في أصلا؟ أنا عيشت في الإمارات أه ودرست فيها مواد هندسية يعني بروژيكت مانجمين ويومان رفورتس مانجمين بعدين عملت حاجة تخليني أقدر أدلس كان كله بالإنجليزي طبعا وعملت حاجة خليتني أقدر أدلس إنجليزي في البريتش كونسل في شاهدة معينة لاتقلوبة وأنا برضو أيلس إجسامينة ممتحنة فشغلي تقداري تقولي ما وعيده يعني بعد دقائق مريحة جدا مجوز حضرتك يعني كان متقبل من الفكرة وشايف إن دي حاجة هتفيدك أكتر يعني الحياة تشجعني جدا تشجعني جدا إن أنا أروف وكده والبطولات فدي برضو كانت نقطة مهمة يعني